في تطورات ملف الإجلاء دعت وزارة الخارجية المصرية مواطنها في السودان والراغبين في العودة إلى مصر إلى التوجه إلى أحدى مناطق التجمع وهي القنصلية المصرية في بورت سودان ومطار بورت سودان ومطار دنجلا ومعبر قستل ومعبر أرقين وذلك مع استمرار عملية إجلاء الرعاية المصريين من السودان كما استقبل مناء قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة السعودية اليوم دفعة جديدة من الرعاية العرب والأجانب على متن سفنتي إجلاء سعوديتين قادمتين من السودان ووصل إلى مدينة جدة اليوم مئتان وأربعة وستون شخصا من مختلف الجنسيات وذلك تبهدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم معنا من معبر قصة للمصري على الحدود مع السودان مرسلنا أحمد مهران تنضم إلينا كذلك من بيروت مرسلتنا دارين الحلوي وسأبدأ في هذه الرسالة معك أحمد مهران مرسلنا من معبر قصة للمصري على الحدود كما ذكرنا مع السودان ونطلع معك على آخر المعلومات المتعلقة بعمليات الإجلاء وإن كان هناك أي معاوقات وصعوبات تشوب هذه العمليات عمليات الإجلاء مستمرة سواء بالنسبة للرعاية المصريين أو رعاية الدول الأجنبية التي قامت حكوماتها بالتنسيق مع الحكومة المصرية لإجلاء رعاياها عبر الحدود المصرية ثم اتخاذ وجهاتها إلى دولها المختلفة أيضا يستمر تدفق أفواج من الأسر السودانية إلى المعبرين الحدوديين بين مصر والسودان معبر قسطل ومعبر أرقين في إطار بالطبع النزوح الجماعي للأسر السودانية من هذه المواجهات وهذا الوضع الأمني المتدهور في السودان بالطبع ربما نشاهد الآن في الخلفية فوج جديد وصل للتو إلى معبر قسطل وسيتخذ بالطبع هذه المجموعة ستتخذ وجهتها إما إلى محافظة أسوان في جنوب مصر أو إلى العاصمة المصرية القاهرة نعلم بالطبع أن هناك روابط ثقافية واجتماعية متجذرة بين الشعبين المصرية وسودانية وحسب ما تحدثنا مع العديد من من وصلوا قبل قليل أكدوا أنهم يعرفون جيدا إلى أين سيتجهون يعرفون كيف سيدبرون أمورهم المعيشية وأمور السكن في هذه الفترة التي يقضونها في مصر إلى أن تستقر أوضاعهم لديهم الكثير من الأقرباء هنا في مصر يعيشون منذ زمن طويل وسيساعدونهم على تدبير أمورهم هذا فيما تعلق بالوضع هنا في محيط المعبرين حركة التدفق مستمرة حتى يوم أمس وصل إلى معبراء قسطل وأرقين أكثر من 16 ألف شخص من بينهم 14 ألفا من السودانيين وألفي شخص من خمسين جنسية مختلفة وست منظمات دولية كما بلغ عدد من تم إجلاؤهم من الرعاية المصريين أكثر من 5300 شخص وهم يمثلون أكثر من 50% من تعداد الجالية المصرية لكن ما زال هناك الكثير من من ينتظرون إجلاؤهم بالفعل من السودان وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية من خلال اللجنة المشتركة التي تعمل على هذا الملف المكونة من الخارجين المصرية ووزارة الهجرة والسفارة المصرية تم تعديل نقاط التجمع التي تم ذكرها في الخبر لتقتصر على ميناء بور سودان لمن سيتم نقلهم جوا وميناء قسطل وأرقين البريين لمن سيتم نقلهم برا مع استبعاد مطار دونقلة وهو ما عبرت عنه الخارجية وكشفت عنه الخارجية المصرية قبل قليل في بيان من دون توضيح أسباب استبعاد مطار دونقلة لكن على أي حال بالطبع السفارة المصرية تتابع وتعلم نقاط التجمع الآمنة التي يمكن من خلالها إجلاء الرعاية المصريين هناك أيضا جهود مستمرة من جانب وزارة الهجرة ومتابعة مستمرة خاصة وأن هناك من بين الطلاب المصريين الذين يتم إجلاءهم حاليا من بينهم طالبان قد أصيب بشظايا متفرقة خلال المواجهات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة للتنسيق بشكل سريع لإخراجهما من السودان واستكمال علاجهما في المستشفيات المصرية بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة الصحة المصرية على المعابر من خلال الدفع بعدد من الأطباء في غرف الحجر الصحي لتوقيع الكشف الطبية على كل من يدخل مصر من الحدود السودانية وذلك للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية وبالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة دعنا نذهب إلى بيروت أحمد مع مرسلتنا دارين الحلوي ونطلع على ما لديها من معلومات دارين وأن كان هناك فعليا أفراد من الجالية اللبنانية لا يزالون متواجدون في السودان دارين آخر دفعات الإجلاء وصلت إلى مطار بيروت قبل نحو ساعة ونصف من الآن وهي تضم ثمانية وعشرين شخصا غالبيتهم من اللبنانيين بالإضافة إلى بعض الأشخاص من التبعية الفلسطينية ولكنهم يحملون الأوراق اللبنانية هي الدفعة الثالثة التي تم إجلاؤها من السودان عبر جدة التي وصلوها بحرا ومنها انتقلوا جوا إلى بيروت وبالتالي تتقدمهم طبعا سفيرة لبنان في الخرطوم وبالتالي كما قال رئيس الهيئة العلية للإغاثة أو من عام الهيئة العلية للإغاثة أنها عمليات إجلاء اللبنانيين من الخرطوم تكون انتهت أما رئيس الجالية اللبنانية في السودان عبدالله ميقاتي فقد قال في حديث سكاينيوز عربية قبل قليل إن هناك لا يزال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لكن هل هؤلاء اختاروا البقاء طوعا في السودان؟ طبعا استمعنا إلى معاناة هؤلاء بالانتقال من مكان إقامتهم إلى بورت سودان ومنها طبعا تحدثوا عن مساهمة كبرى للسعودية ولدولة الإمارات عبر سفاراتها لتسهيل أمورهم وتأمين وصولهم إلى جدة بشكل آمن وسليم كان بين هؤلاء عائلات وكان هناك أيضا أطفال تم إجلاؤهم وبالتالي يكون قد وصل إلى لبنان في الأيام الثلاثة الماضية نحو 76 شخصا تم إجلاؤهم من السودان خلال أقل من ثلاثة أيام نارين حلوي مرسلتنا من بيروت شكرا لك على هذه الرسالة وشكرا لك أيضا أحمد مهران مرسلنا من معبر قصة للمصري على الحدود مع السودان